مقالة بعنوان كلية الدراسات الإسلامية في قطر للمهندس عمر سليم المصمم شركة منجيرا ييبارس أركديس المنفذ شركة R.H.W.L المقاول شركة اتحاد المقاولين العالمية C.C.I.C. الخدمة المقدمة إدارة المشروع وإدارة الإنشاءات مدة الإنشاء من عام 2011 إلى عام 2015 المساحة الكلية 28 ألف متر مربع سعة المسجد 1750 شخص المكتبة 102 ألف قطعة نصية العمارة في قطر تنطلق العمارة في قطر من قاعدة عربية وإسلامية ويتم الحفاظ على الطراز العربي والإسلامي حتى في المباني الحديثة فمثلا متحف قطر الإسلامي مستوحى من نافورة وضوء بمسجد أحمد بن طولون بمصر ولا يتم التصريح بإنشاء مباني ذات طراز مختلف لا نادرا وهناك عشرات المباني المميزة التي أمر عليها يوميا لكني سأتحدث اليوم عن كلية الدراسات الإسلامية في قطر وتشتمل الكلية على العديد من الأقصام بالإضافة إلى ست مراكز بحثية تابعة لها تم تأسيسها لتحقيق التعددية الفكرية التي تؤكد على ثراء وتنوع التراث الإسلامي وأن العلم لا ينفصل عن الدين والدين لا ينفصل عن العلم وتقع كلية الدراسات الإسلامية عند مدخل المدينة التعليمية للدوحة واستغرق العمل في المبنى 24 مليون ساعة عمل بينما يتسع مسجد الكلية الذي سيتم فيه الافتتاح لـ 1500 مصلي بالداخل و 1800 مصلي بالباحة الخارجية للمسجد عندما ترى المبنى من بعيد تلاحظ تصميم عصري حديث وعند الاقتراب تجد كثير من العناصر من العمارة الإسلامية مبنى الأكاديمية يضم طابقين طابقين فوق تحت الأرض وخمس طوابق إضافية بلغ إجمال المساحة المبنية 770.041 متر مربع يشمل فصول دراسية قاعات ومكاتب أعضاء هيئة تدريس ويشمل المشروع أيضا مسجد وموقف للسيارات ويهدف هذا المشروع ليكون مركز للتفكير والتعلم ورائد في مجال البحث والمناقشة والثقافة الإسلامية التصميم يحتوي على مصاحة خضراء والماء لتحفيز الحواس على الانفتاح على العلم المحراب في المحراب نجد آية قرآنية فولي وجهك شطر والمسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره صدق الله العظيم وشريط من الكتابات الإسلامية ينبعث من المحراب إلى مناطق عضاء هيئة التدريس مما يربط العلم والإيمان وهنا نجد أكثر فنين اشتهر بهم المسلمين وهم العمارة والخطوط الحضائق حديقة الأكسجين وحديقة القرآن النباتية المجاورتين إنجازا مهما تنستكشف فيه بيئة معرفية مختلفة إذ تقدم حديقة الأكسجين دعوة مفتوحة للمجتمع للاستمتاع بالمناطق الخارجية المنصقة بينما تضم حديقة القرآن النباتية بين جنوباتها نباتا ذكرت في القرآن الكريم نباتات ذكرت في القرآن الكريم والسنة النبوية ويقدم الكيانان طريقة تعليمية مبتكرة لدفع مسيرة التغيير الإيجابي والإسهام في تنمية المجتمع وتطويره المئذنتين ترتفع مئذنتين في اتجاه القبلة بارتفاع 80.69 متر يمكن رؤيتها من مخصرف أنحاء المدينة الجامعية المئذنتين مختلفتين عن أي مئذنة صممت من قبل وهناك شريطين يبدأن من مدخل المبنى ويلتفان في انسجام داخله حتى يصلان إلى المئذنة ويتجهان نحو السماء هناك نمحة شعرية تقف وراء فكرة المبنى توضح تجربة الحياة البشرية حيث تسهم المعرفة والعظم الروحانية في الارتقاء بالإنسانية بالسقف نجد فتحات جميلة تنيل المكان إنارة طبيعية بدون استخدام إضاءات كهربائية المبنى إنشائيا المسجد تحدي إنشائي خطير حيث يخلو تماما من الأعمدة رغم تساعه الكبير فقام المصممون بتصميم هيكل دكي توزع وزن السقف على الإطار الخارجي للمبنى ما يقارب من سبعة آلاف قطعة من الفولات سممت خصيصا لتحمل وزن المبنى كل قطعة تركب يدويا بدقة أي خطأ قد تسبب في إنهيار المبنى ولأن تصميم الكلية جديد ولم يتم بنائه بناء على تصميم مسبق فكان لزاما الاستعانة بالبيم نمذجة معلومات البناء وتم الاستعانة ببرنامج تكلال عمل التصميم الإنشائي للمبنى اشتركوا في القناة